من جانبه أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وأضاف فيدان أنه تم الاتفاق على ضرورة الوصول إلى 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين قال وزير الخارجية التركية في هذا الإطار هاكان فيدان أن أنقرة لن تدخر أي جهود في تقديم الدعم الكامل لكل من مصر وقطر في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأكد وزير الخارجية التركية أن الوحشية الإسرائيلية كشفت عجز النظام الدولي في ظل عدم محاسبتها على جرائمها في قطاع غزة